اشتركوا في القناة 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 الناس اللي شوفتوني برا دول عيلتي وده البيت والحارة اللي انا اتربت فيها ودول اهلي اللي سلم انا عني عنو تسعين الف جنيد انا سحبتوا من البنك قولت ان انا جبت بيوم خاتم اللي سألك عليه كان علشان امي اتعمل عملية قلبي مفتوح قاديك شايف ما معهمش تسعين جنيه مش تسعين الف جنيه طب بو سلم دي منعك ليه ده كان شرط واما اتجوز عشان ايه بكزني بالله انا كنت فيه وايه اللي كنت فيه يا مده ما استاني بس يا مده ما يفعش كده ايه ده ايه ده فيه ايه فيه اه اسد ابو اليزيد بي انا انا نجوة رمضان من طرف اه اه ايو ايو طب من فضلك استني برا لما خلص اكتماعي مع الباشا بارت ايه واستنى ايه ده اسمعني بكينام شوفي حاجة اتفوقها شاي اهو اي حاجة انا مش حاجة شاي ولا اهو ولا بكينام انا عندي مستماء ولازم تسمعني حاضر حاضر بسرعة بكينام انا شفتك يا بيتة ابليك يا جيت المحاضر شكلها كده عندها مشكلة ما نشوف مالها دي نخلص شغلين الاول كنت شربت لها حاجة وفاية مليها فيه انت مش شمي مرحت الخمرة اللي ملت المكتب هو الشغل يعني حيتير اما امر غريب يا اخي الزق بيقولك ليدز فرست ليدز وفرست انا فجأة ايتوا في طريقي ما عابس لاي منين وقامل ما فارمل رح طير على كبوت العربية وقوع على الارض وفجأة لقيت ناس كتير قلحة حولي وحتراجع مرشدير بالعربية عالكبارين وكلمك عادل بيه عشان تشوف لي حال كاميرين انت بالجنة فيه كل شوية ايه انت مش اخير بالك ولا ايه هنشوف هنشوف حل ان شاء الله بس انتهد كده عشان تبقي كويسة باكينام وراء وقلم بسرعة هتكتبي لي مكان الحادثة بالتفصيل وبكرا ان شاء الله تطلع ع الشهر العقاري تعمليه التوكيل عام بالقضايا باسمي عشان عارف اترافه عنك حاضر باكينام فاضر انا كتبتلك الانوان الكباري ما انت عارفه يا خورة عارفه عارفه اه تقدر تتفضالي دلوقت واستناكي بكرا بالتوكيل ماشو فوتك بعافي يا زوب فضالي طب يا بولازيد هفوت عليك بكرا عشان نكمل كلامنا مظنش تحت امرك يا باشا انا شايف انك مش ممكن تسوقي انت في الحالة دي يعني ممكن تعملي حادثة تانية تسمحيلي اوصلك في الحتة اللي انت عايز تروحيها اي بس يعني انا عربيت يا سلال واحدها كده امه انا معاي السواب بتاعي ممكن يسوق عربيتك ويمشي ورانا واصلك مطرح ما انت عايزة ايو بس انا كده يعني هعطل حضرتك الساعة لا 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 انا خلص شغلي خالص موريش اي حاجة ممكن مفتاح العربية من فضلك ماشو خلي بالك دي غالية طيب حارف مون امور فعلاً خرجنا برع بيته بس ما وصلنيش على بيتي زي ما قال لي دخدني على بار أول مرة كنت أشوف مكان زي استغلني ما كنتش فوعي وكمل علي أنا خارجة معهد سيكرتاريا دفعت السنة اللي قبل اللي فاتت حبيت واحد زميلي في المعهد بس هو كان في سنة ربعة لما أنا دخلت المعهد بعد ما اتخرج بسنة قت قدلني وطلب أيدي من أهلي هموا عفقة أحسن يرتاحوا من مصاريفي